الأستاذ عبدالله الحسين ممكن تكلمنا أكتر عن مضمون الحلقات دي مضمون الحلقات دي كان كلها عن العلماء العرب والمسلمين في العصر الزهبي بتاعنا عصر النهضة الإسلامية النهضة بتاعنا احنا كنا عايزين نوري لأن حصل هوجة كده بقت تقول للأطفال ولي الشباب أن لا 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 احنا ملناش تاريخ جامد وكل دول والناس دول اتحاربوا ومعملناش حاجة فاحنا كنا قصدين ان احنا نبتدي نظهر الناس دول وأظهرنا كمان يعني تعمدنا ان احنا نظهر فيهم شخصيات يمكن ما كانتش بتظهر أو في تاريخنا زي زي رياب مثلا عالم موسيقي وعلم العالم كله الأزياء وزي اتيكيت الأكل مين كان يعرف وده حاجة مهمة جدا ان احنا نقول ان الكلام ده كان بتاعنا من ولماءنا بيعلموا موسيقى للعالم وعلموا زي يبدأ اللي بيقضر به المثل في الموسيقى ولوه التحديد أو الأوطار جديد كمان انه كان علمهم لما راح الاندلس علمهم يلبسوا ايه في الصيف ويهه الألوان اللي تناسب ويلبسوا ايه في الشتاء ويهه الألوان اللي تناسب علمهم في الصفرة في الأكل أول واحد يستخدم الأكواب المعدنية والمعلقة ويحط فوطة عشان ما فيش حاجة تقع يعني دهنا العربة هو صح حقيقي يعني المسلسل ده أصبنا بصدمة شديدة جدا لأنه احنا ده عمل لأكاديمية البحث العلمي الانتاج بتاعه والأظهر الشريف مجتمع معاه والمنظمة العالمية الخارجي الأظهر ومجلة نور كل الجهات دي تعاونت عشان تطلع العمل ده وأطفالنا يعرفوا تاريخ مهم اليوم الحقيقة لما جينا بقى وقت التسويق فوجئنا أنه محدش عايز ياخد كارتون محدش عايز ياخد حاجة للأطفال شايفينا أنها يعني أعتقد أنه في رمضان مش هتجيب إعلانات أو يعني مش بطلوبها فإحنا الحقيقة ديناه للتلفزيون المصري إهداء على أشياء أنه ده عمل مصري معمول من مؤسسات مصرية مش معقول ما يطاردش وفي رسالة مش معقول ما يطاردش الأطفال يعني إحنا في الأساس علشان أطفالنا الأول يشوفوه قبل من يروح الخليج وكده حتى بعدما العمل أخد جيزة في محمد بن رشد في دبي وأخد جيزة حقوق الإنسان اللي هو أشادت بي أنه من ضمن الأعمال السباق الرمضاني اللي هي شفتها أنها فيها تحقيق لحقوق الإنسان يعني كان في بعض الكلمات بتبقى جوه الحوار ببقى في حاجات بتدي رسائل معينة أخلاقية الحقيقة هي يعني هو كانت جيزة غريبة جدا أن الجيلنا يقولوا من مجلس القوم الحقوق الإنسان درجبتوا بقى للبرتغالي لأن البرازيل اشترت حق عرضه الشهر ده البرازيلي الأعمال دي يازم تتعرض على أكتر من شاشة مصرية يعني الحقيقة إحنا وإحنا بنكتب العمل ده إنا روحت لفضلة الإمام وقلت له بس أنا المرة دي هعمل عمل كوميدي قال لي ومالو إحنا عايزين أولادنا يتحكوا طالما القيمة والمعنى اللي عايزين نوصله في قالب يوصلهم بطريقة مبهجة يعني ليلا